عروة رح يجن لما يشوف النتيجة بعيونه آخر كرت بإيده رح يحترق جود؟ نعم ما عم تسمع شو عم قول؟ لا ما عم بسمعك عم شو السيارة بسبب جيهان انت متدايق؟ انتوا رح تتصالحوا لأنكم بتحبوا بعضكم ومستحيل تتزاعلوا كل شي رح يكون منيح شو اللي رح يكون منيح بالله بهي العلاقة ما في شي عم يزبط وصلنا؟ ايه وصلنا لكن خلينا ننزل بسرعة منشوف نتيجة التحليل ومنرتاح من كل هالقصة بقى عروة كرانلي تفضل هاي النتيجة يلا فتحوا ما عاد عندك صبر ليكي من جاي لأون شو جابك مع هاد الواطي جيهان؟ وانت ليش معصك كل هالقب؟ في شي خايف منه؟ بلشت تصدقيه بدعا ما تصدقيني؟ ها؟ بهاليومين قدرت تتغيري جيهان؟ ما تغيرت بنوب وانت لا تظلمني فكرت وحكمت لحالك انا حبيت اجي وشوف وشعر ولا ما تطلع انت على حق اهدوا بقى وسمعوني انت وياها هي هي النتيجة افتحوا لنشوف لنشوف اذا مظبوط انت يا اختي هاتوا من ايدك؟ لا ما عزرت ما بسمح لك تشاركني على المتعام اشتركوا في القناة 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 ها؟ نحن أصلاً منعرف الحقيقة وإنت كمان لازم تعرفها أغتي لا تخافي، اهدي أنا ما بدي أخذ بريك لا تخافي، رح يسحبوا دم منك بدون أي وجع ليش بدكم تسحبوا لدمي؟ لأنه لازمني، بس شوي شو بيرزمك تأخذ دم مني؟ نمشي حياتها أنت هلأ نزعت على الكل مبسوط هيك؟ أماني مسدق حيات طلعت أختي عن جد يعني نحن أخوات قلت لك من الأول، الكل قلت لك حياة أختك لصغيرة، وجود ما كذب فترك جود وحياة بحاله ترجمة نانسي قنقر